اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 23 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة الثرية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل طول اليوم من الآن وطول اليوم فهذه الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا أيضا في هذه الفترة إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفلمة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية التقابل الإيجابية بين عطارد وبين المشتري طبعا هاي زاوية تأثيرها لغاية يوم من اليوم لغاية يوم 13 عشرة ذروتها يوم 12 عشرة ساعة 7 و23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وعادة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيضمن تحدي فكري كما أنها هاي الفترة ممتازة جدا للاتصالات وبتزيد عنا الاتصالات أكثر وفرص للسفر والاتصالات البعيدة والقريبة والحضوض اللي إلها علاقة برضو بالأجهزة الإلكترونية والاتصالات والمواصلات والسيارات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وحكينا أن هاي تأثيراتها راح تظن المستمرة لغاية يوم 5-11 يوجد نظرة إيجابية بتصير عند الجميع وبصير عندنا تفاؤل للحياة بصورة عامة وكثير من الأمور بتصير لصالحنا يعني الحضوض بتتأجج بشكل كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 16-10 بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وبرضو بصير عندنا قدرة لتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية اللي يضلن اللي هنه الثنتين السلبيات الأولى زاوية تربية سلبية بين المريخ وبين نبتون وحكينا أنه هاي تأثيراتها لغاية 22-10 بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائية ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا وبدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ بالدل برضو هاي زاوية على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية أو المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كتقلبات الجو والمناخ والفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي منفصل بين زحل وبين أورانوس وحكينا أن هاي تأثيرات لغاية 16-11 بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد ودل كذلك على اضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا التي ستتشكل اليوم أو تأثيراتها اليوم في عنا زاوية ذكرناها يوم أمس ونعيدها اليوم لها زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الشمس وحكينا أنها راح تتشكل الساعة ذروتها الساعة ثمانية واربعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تسعة نقول بتوقيت جرينيج يعني بمعنى آخر بتوقيت الأردن بدنا نزيد عليها ثلاث ساعات يعني الساعة اطناعش إلا خمسة منتصف الليل اللي هي الأحد على الاثنين اللي هو من موعد بث الحلقة فعشان هيك هاي الزاوية تأثيراتها بتبدأ من غروب الشمس تقريبا وبتستمر حتى تقريبا ساعات الصباح بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين طبعا هاي الزاوية بتدل على انه القمر رح يكتمل بدر في هذا الوقت طبعا بالنسبة لدوليا اي زوايا سلبية بين القمر وبين الشمس بتدل على استياء الجماهير والرأي العام من الحكومة أو حكومة ما أو ظهور خلافات عرقية أو دينية وبرضو فيها أشياء بتخص قضايا المرأة والمجتمع وتقلب أسعار بعض المنتجات والصناعات وخصوصا الغذائية منها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل يعني برضو تأثيرتها من غروب الشمس لا غاية تقريبا ساعات الظهر هي هاي ذروتها ساعة 12 و 48 دقيقة بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام ساعة 8 و 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيرها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنمدفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة 2 و دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني موعد بث حلقتنا ليوم الغد وهي بداية خلو المسار وأيضا تشكل هاي الزاوية هاي الزاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة طبعا هاي الزاوية بيستمر تأثيرها لغاية منتصف الليل يعني من ساعات الظهيرة أو الصبح لغاية ساعات منتصف الليل بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة 2 و دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 9 و 3 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر في برج الثور يعني منتصف الليل الليل الاثنين على الثلاثة بتوقيت الأردن فعشان هيك اليوم احنا رح نحكي عن القمر كأنه موجود في الحمل ما رح نذكر انتقاله للثور في حلقة الغد ان شاء الله نتكلم عن الانتقال للثور بكل أريحية عشان ما يتشتتوا البعض طبعا بالنسبة لخلو المسار بما أنه من الساعة 2 لغاية الساعة 9 مساء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل للثور فبنذكر إحنا تأثيراته يعني هو انتقاله الساعة 9 مساء بنبلش نشعر من ساعات المساء يعني تقريبا من الساعة 7 بتوقيت جرينيتش بنشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن الاهتمام بالمسائل اللي تتعلق بالعقارات استئجار، أجار، بيع، شراء، صيانة، تصليح، قضاء وقت ممتع بالبيت برضو هاي فترة بتصير ممتازة من ساعات المسائل المتأخرة طبعا اللي رح يصير يعني هو انتقال عطارد الآن أنا بذكره في حلقة اليوم ولكن هو الانتقال حسب أنه الشرق الأوسط هو من المفروض بكرة أذكر ولكن هو بتوقيت جرينيش الساعة 11.50 دقيقة مساء من مساء اليوم بنتقل وبصير في برج الميزان فعشان هيك هو يعني لازم أذكر بتوقيت جرينيش يعني في توقيت الأردن هو بعد ثلاث ساعات من هذا الوقت يعني بساعات الفجر ولكن احنا بنحكي أنه بمنتصف الليل بتوقيت جرينيش لا نفي دول تعتمد على هذا التوقيت طبعا الانتقال هذا العطارد رح يستمر وجوده في برج الميزان لغاية الساعة 27.22 دقيقة مساء من يوم 29.10 لينتقل من الميزان للعقرب خلال الفترة المذكورة اللي هي من اليوم ليوم 29.10 بيشعروا موليد برج الميزان بقوة الفكر والتركيز والرغبة في الدراسة والمطالعة والقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم وبيستفيد معهم في المجال الفكري ومجال الاتصالات والمواصلات موليد الأبراج الهوائية الأخرى والنارية يعني برج الجوزاء والدلو الحمل الأسد القوس وكل شخص تواجد كوكب عطارد عنده ساعة ولادته في برج الميزان واللي بيولد أساسا وبكون عطارد موجود في الميزان هدول الأشخاص غالبا بيترددوا باتخاذ القرارات بالنسبة لانتقال العطارد وتأثيره على جميع الأبراج الحمل بيميلوا لتبادل الأفكار والآراء مع الشركاء لأنه مقابلهم تماما وتعزيز العلاقات مع الشركاء شركاء المال والعاطفة وبرضو بيصير في فرص لتطوير العلاقة العاطفية عند الأحباء بإقناعهم أنهم يطوروها من محبة مثلا لزواج أو أشياء بهذا القبيل أو لبعض المصالحات برج الثور أفكارهم بتفيدهم بالتعامل مع زملائهم بالعمل وأيضا إنجاز أعمال كثيرة لإلهم وبرضو البدء بعمل جديد هاي الفترة نشطة جدا في الأمور اللي بتتعلق بالعمل برج الجوزاء بالنسبة للجوزاء بتزداد نشاطاتهم الأدبية والفكرية وحث أبنائهم وأولادهم على الدراسة الأمور العاطفية والتواصلهم مع أحبائهم الإقناع أحبائهم بوجهة نظرهم يعني أمور إيجابية وقوية جدا بالنسبة لهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنصب أفكارهم حول الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات يعني استئجار بيت بيع أقار معين أمور إلها علاقة بتصليحات صيانة عندهم أرض بدهم يبيعوها مناسبات عائلية برضو بتكثر في هاي الفترة وعندهم قدرة على إخناع أفراد العائلة بوجهة نظرهم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشطات عالية جدا بتصير عندهم بالاتصالات بالتنقلات بالسفريات القصيرة بتنصب برضو الطاقة الفكرية عندهم بقدرة الإقناع اللي بيشتغلوا بمجال التجارة المحلية الطلاب أفكارهم بتصير عالية جدا وقدرة على الحفظ عالية جدا ونشاط بأمور الدراسة والاستيعاب وبرضو ممكن موليد برج الأسد بخلال الفترة هاي يفكروا بشراء سيارة صيانة سيارة أو الاهتمام بأمور السيارات والأجهزة الإلكترونية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا تركيزهم رح يكون على الأمور المالية لأنه كثير انضغطوا بمشاكل مالية بالفترة الماضية وصار عندهم بعض المشاكل أو الاضطرابات في الأمور المالية الفترة هاي بصير النشاط عالي جدا بكيفية إيجاد الحلول الملائمة للخروج من الضغوط المالية بتنصب أفكارهم على أفضل الطرق لكسب المال وحل بعض الضائقات المالية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان هنا موليد برج الميزان بيتمتع بقوة الفكر والإدراك الجيد وسرعة البديهة وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم والحركة والنشاط والاتصالات عندهم طاقة عالي جدا بتعطيهم كثير من المزايا بالفترة القادمة والمكاسب برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بينجدبوا للأمور الغامضة للأسرار للأمور القديمة للتاريخ يعني حتى أشياء ما بتخطر عبال حد ممكن يهتموا فيها بشكل كبير وبيحاولوا إنهم يدركوها وكثير من موليد برج العقرب رح ينحكي لهم أنتم مسحورين محسودين مع موليلكوا أعمال ومش عارف إيش وهذا كله كلام فاضي هو ضغط كوكبين الشمس في بيت متعبك وعطار الداخل على البيت اللي بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالروحانيات والأمور الغامضة كأفكار وهذا الشيء ممكن يتم استدراجك من خلاله برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بميل ولا تبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء وبنشطه بالعلاقات الاجتماعية والتعرف على أصدقاء جدد أو مساعدة أو قناع بعض الأصدقاء والمعارف بوجهة نظرهم للوقوف بجانبهم يعني الأصدقاء يقفوا بجانب برج القوس ليساعدوهم أو يدعموهم أو يكونوا واصطة لئلهم بأمر ما برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا بتفتح طاقة كبيرة بالنسبة لموليد برج الجدي على مستوى العمل وعمل جديد علاقة مع المسؤولين تقوية وتطوير شيء له علاقة بالشهرة ممكن بعضكم ينشهر أو يأخذ منصب جديد أو حمل جديد أو ترقي أو ترفيع بالفترة عشان هيك حاولوا تستغلوها بكل طاقتكم ابعدوا عن الترفيه ومجال الهوايات والمغامرات والمشعار في إيش ركزوا على الأشياء اللي فيها مكاسب لأنها فترة ممتازة للمكاسب برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بينشطوا في مجالس السفر لبعيد والاتصالات والهجرة والعلاقات مع الأجانب وبيستفيدوا برضو التجار في عمليات الاستراد والتصدير وبرضو اللي عندهم قضايا قضائية بينشطوا في عملية قناع الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى بوجهة نظرهم بالفترة هاي وبأغلب الأوقات بكونوا مقنعين وبرضو الفترة هاي ممتازة جدا للسفر والهجرة أو المعاملات أو البدء بهاي الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز كله على الأموال المشتركة وإدخال تحسين على الأموال بالفترة هاي يعني أمور إلها علاقة بالقروض بالديون بالمؤسسات المالية مثل ضريبة تأمين أو حل مشاكل مالية قديمة أو خروج من ضائقة مالية أنت ما إلك علاقة فيها ولكن دخل الطرف وبتحاول أنك تحلها يعني الوضع المالي هو اللي رح يتركز عليه بالفترة القادمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية طبعا هي أغلب اليوم رح يكون الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم عشان هيك هدول الأعضاء هم الأكثر حساسية واللي لازم ما نقترب منها العمليات الجراحية لإلها لأنه برضو اكتمال القمر نعمل اللي هي العلاجات العادية أو أخذ أدوية أو مراجعة الأطب أو الوقاية من الإصابات لا إلها وبرضو لا تنسوا أنه فترة اكتمال القمر بتحفز الجسم على نزف الدم لأنه بصير ميوعة أكثر في الدم فعشان هيك ما مننصح بالعمليات الجراحية على أنواعها إلا إذا كانت اضطرارية أما بالنسبة لعمليات الحقن اللي هي الأمور التجميلية تقشير البشرة أو علاج البشرة أو الحقن ما في أي مشكلة ولكن جراحة ما مننصح فيها بالنسبة لهذا اليوم طبعا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويصير في برج الثور معناته خلو المسار القادم بيكون يوم الأربعة 12 عشرة في تمام ساعة 9 و 41 دقيقة مساء بيبدأ خلو المسار وبيستمر لليوم التالي يعني حتى صباح يوم الخميس لغاية الساعة 5 و 7 دقائق صباحا لا ينتقر القمر بعدها ويستقر في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 15 يوم طبعا في تمام ساعة 3 و 43 دقيقة عصرا بصير 16 يوم تنزل نسبة من اكتمال القمر 100% إلى 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة طبعا هو سعيد بنسبة 85% ولكن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 100% يعني أغلب اليوم رح يكون 85% القمر في الحمل وبدين ينتقل للثور في ساعات متأخرة جدا من هذا النهار يعني أغلب اليوم رح يكون فيه برج الحمل طبعا رح يظل لغاية يوم 13 عشرة لما ينتقل لبرج الثور هو الآن سعيد بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء برجع شوي بترجع ساعته لـ 15% عطارد في العذرة وبدين ينتقل للميزان زي ما حكينا ورح يظل في الميزان لغاية 29 عشرة منتحس بنسبة 60% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة بعدين يرجع للحوت منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% ورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم فقدكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور في أي مجال وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم بتهتموا بمظهركم وبالتغييرات اما على الشخصية أو على الأسلوب وهاي يعني مرحلة نعتبرها مرحلة انطلاقة لمشاريعك الجديدة أو لتحركاتك الجديدة بتتمتع بنشاط بهني وجسدي كبيرين وانت سباق ورائد في حقل اختصاصك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يوم آخر بدكوا تعتبروه لأنه لساعات المساء المتأخرة لا يوصل القمر لعنكم فعشان هيك يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضاعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وينتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير ممكن اليوم تتأخر مشاريعك وربما تلغى أهم إشي أنك تتجنب اتخاذ القرارات وتأكد من حجزك لأنك رح تتفاجأ بإلغاءه أو بسوء تفاهم حاول أنك ما تتخذ أي قرارات خلال هذا اليوم تعجلها لليوم الغد بيكون أفضل بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة بتكونوا مخلصين لصداقاتكم وموعودكم ممكن تحصدوا تأييد لا بأس فيه كثفوا ارتباطاتكم أنتوا بحاجة لتعاون الآخرين معكم في هاي الفترة وبرضو بتكوا تنتبهوا أنه في ساعات المساء بتبلش طاقتكم تنزل لأنه القمر بيكترب من بيت متاعبكم فكثير من الأمور من ساعات المساء بتبلش يعني تأخذ منحناء التعطيل أو الصعوبة أو شوي مزاجك بيصير متقلب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتضل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعمل وبينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين هدؤوا من روعكم حاولوا إنه شوي تضبط عصابكم ما في داعي لها الانفعال ما في داعي للتهور ما في داعي لاتخاذ القرارات ومخالفة القوانين الفترة هاي ما زالت شوي ضاغطة لأنه هذا البيت صعب متعب وبيوتر الأعصاب حاولوا إنكو تتعلجوا الأمور بهدوء وأقدموا أفضل ما عندكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة بالفترة هاي بنشاط عالي جدا هذا اليوم وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة حاول إنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتنجح في الترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد أهم شي إنك ما تهم الواجباتك ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تأخير وقدم اللي بتقدر عليه وتقدم بجراءة وثقة لأنها فترة إيجابية دعمل إليك لغاية ساعات المساء برج العذراء بالنسبة للموليد برج العذراء بالنسبة للموليد برج العذراء للحركة والنشاط خلال هذا اليوم ممكن تهتم بأمور العلاقة ببنك ضريبة تأمين وبدك تحافظ على أعصابك بشكل عالي جدا وتكون هادي عشان تعرف تفكر وما تخلي المتاعب تسيطر عليك بالنسبة للموليد برج الميزان طبعا القمر مقابلكم تماما فعشان هيك بتركزوا على أمور اللي إلها علاقة بتدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني اللي هم الأزواج والشركاء بالعمل والأمور الأخرى وما بجوز اليوم إثارة المتاعب لأن طاقتكم ضعيفة وأيضا القمر مقابلكم هذا بسبب نوع من أنواع الانفعال والعصبية فالجنب والانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والأعداء لأنهم بالفترة هاي ما شاء الله بكثروا كثير بالنسبة لكم برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من الزملاء ولكن ما تحاولوا تفرضوا سلطتكم عليهم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير لعملكم والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وربما تشعروا ببعض التعب أو الإرهاق يعني أو تفكروا في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة أو مراجعة طبية الأهم إنه فيه أمر إلو علاقة بالعمل مهم جدا عندك وأمور إلها علاقة بالصحة برضو مهمة جدا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم برضو اليوم الظروف جيدة احتمال يكون في بعض القلق اتجاه أحد الأحبة ولكن رغم ذلك عندك نشاط ودنماكية عالية جدا بتميل اليوم برضو للترفيه للتجميل للهو عندك طاقة عالية جدا لتغيير الجو بالفعل بالفترة هاي يعني بحاجة لبعض الدعم النفسي في هاي الأمور ورغم هيك أنت عندك اهتمام بنفسيتك وشخصيتك ولباسك وهندامك أيضا في هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة الطاقة عالية جدا اليوم على مستوى البيت والعائلة وتصلحات ترميمات تنظيف ترتيب أو حتى ورشات إلا علاقة بالبيت أو حتى بيع وشراء عقرات أو مناسبات عائلية وتعتبر هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي انت بتعيشها ممكن اليوم يصير في تبادل زيارات أو اتصالات مهمة ولكن ممكن في بعض الأوقات يسود بعض التوتر بسبب حدث طارئ بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم نشاط عالي جدا واتصالات عالي جدا بتنشطوا بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريعهم بنجاح وباستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم برضو في نوع من أنواع التعامل رح يكون ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران أهمش إنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط وانت اليوم أساسا بتمتلك سرعة خاطر وسرعة بديها عالي جدا ومهارة ملموسة وفي بعضكم رح يهتم بالأمور اللي إلها علاقة إما بسيرات أو الإلكترونيات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا مال بيعود لهم أو يحصلوا على هدية ممكن تسمعوا خبر سار أو يلعب قريب دور مهم في حياتكم بتهتموا بقضية شراكة أو عمل أو ممكن تعالجوا بعض الأمور اللي كانت صعبة في الأيام الماضية بتتعلق بالوضع المالي تعالجوها بشكل دقيق وتهتموا للأولويات المالية ولازم تهتموا بالأولويات المالية وتبعدوا عن المصاريف اليوم رح تجدوا الحلول والتسويات المناسبة لبعض الضغط المالي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء